تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب 5 اللي بيجيكم مني أنا محمد عواد كل يوم ثلاثة عبر قناة سيلفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى لما تقول غالاكتيكوس على طول بتروع على ريال مدريد صحيح الآن الكل بتكلم عن سان جيرمان عن الغالاكتيكوس اللي عم تتجمع فيها أسماء كبيرة كثير يقودها ليونيل ميسي لكن هذه الكلمة دخلت قاموس كرة القدم بسبب فرورنتينو بيريز بسبب فكرة إجت عراسو وتطبقها في ريال مدريد فكرة في البدايات نجحت رياضيا ونجحت تسويقيا بشكل غير مسبوق لكن بعد ذلك أصبحت تنجح تسويقيا وتفشل رياضيا ليضرب المثل فيها على أنه لو تحط أحسن 11 لاعب كرة قدم مع بعض مش ضروري ينجحه لكن ما كان فعلا في أحسن 11 لاعب لكن أيضا كان في أسباب خلت هذا الجالاكتيكوس ياخذ انطباع سيء عنه حول العالم شو اللي صار؟ هذي هو يوم موضوعنا بتوب فايف عن خمس أسباب أدت إلى فشل جالاكتيكوس ريال مدريد التاريخي نبدأ برقم واحد الصفقة اللي أخلت توازن كل شيء والصفقة اللي عملت كثير بلبلة جوه وكان لها أعراض ونتائج مستمرة لسنوات نتكلم عن تعاقد ريال مدريد مع ديفيد بيكام الوجه الأفضل تسويقيا في تلك الفترة في كرة القدم الأهم إعلاميا وترويجيا الأشهر في أسيا هون فرونتينو بريس صار بدويا بأي ثمن ديل بوسكي ما كان متفق مع هذه الفكرة فتمت إيقالته فتجاء بيكام بيكام بيلعب يمين الويس فيغو موجود بيلعب يمين طيب شو نعمل بلشت تطع الأفكار أي مدرب بيجي موجبار يلعب واحد من الاثنين الكبار برا مركزه مرة بيكام بلعبه وسط مدفاعي مرة بلعبه فيغو يسار النجمين ما عادوا مرتاحين بهذا الوجود والفريق اختل توازنه وخسر أيضا ديل بوسكي بطريق هذه الصفقة كما يقال حسب بعض المصادر المقرب من بيريز واللي انقلبت عليه لاحقت أنه رفض يتعاقد مع رونالدينيو وفضل بيكام لأنه شاف وجه بيكام أفضل تسويقيا من وجه رونالدينيو في شيء بيريز أنكره لكن حقيقة لو كان هذا لوحده يكفي أنه تقول برشنونة ببني على أساس قرار تسويقي خاطئ من فرونالدينيو بيريز رقم اثنين أعتقد جميعنا من التفق عليه ريال مدريد عمل عدم توازن حقيقي ما بين هجومه ودفاعه جاب أفضل المهاجمين والأجلحة ولاعبة الوسط ولكن في الدفاع جاب مصاير لاعبين أقل بكثير من مستوى ريال مدريد في معظم السنوات أقل من أنهم يلعبوا مع أي فريق من التوب تين في كرة القدم أهنداك كان بيريز مش مقتنع لازم يدفع رواتب عالية لوحد ما بيسجل أهداف لوحد ما بيبيع ما بيبيع قمصان ما بيجيب جمهور ليش أدفع له مش هذا الفكرة اللي أنا عندي فصار الريال هجومه يهجم يجيب هدف يطلق هدفين وبدون شعور تسلل الإحباط للهجوم لأنه شو ما نعمل رح نخسر وهنا بدأت تتوتر الأمور بدأ يظهر أنه مستحيل تبني فريق بدون خط دفاع قوي وبدأت تنتشر المقولات الشهيرة أنه الدفاع يفوز لك بالبطولات والهجوم يفوز لك بالمباريات هنا انتشرت وجهات نظر كثيرة في كرة القدم ولكن في سبب ثالث وشخص كان مش مآمن بكل هذا الكلام نتكلم بيريز المدرب هذا سبب بيريز كان عم بيتصرف في ريال مدريد كمدرب ويقال أنه يوم التعاقد مع كيروش قال له طبعا أنت فاهم أهلا وسهلا فيك أنت بتعرف مساعد المدرب بمانيونايتد وجايبك يتدرب ريال مدريد وخلينا نكون صريحين كل اسم سوبرستار عندي بدأ يلعب في أرض الملعب ما إلي علاقة ست مهاجمين خمسة عشر لاعب وسط ما إلي علاقة بدهم يلعبوا كلهم كيروش وافي وما كماني من كتب بصيرته الذاتية كان المدرب محدود السلطة لأنه بيريز كان يحلم بتحويل ريال مدريد ليصبح ديزني كورت القدم بعقلية بيريز المدرب هذا هو يقال أنه تعاقد مع كيروش عشان يسهل صفقة بيكهم ولكسنبرغو عشان يسهل صفقة روبينيو ما كان عم بيتصرف كرئيس نادي بس وما كان عم بيجيب المدربين عشان يقودوا النجوم اللي عنده كان دائما إله أهداف أخرى والجميع بيعرف 11 بطل مهما كان مستواهم يوم المعرك الحقيقية لو ما لهم قائد حيضيعوا وقائد 11 بطل في أرض الملعب دائما هو المدرب شيء ما فهمه بيريز في تجربته الأولى رقم أربعة من الأسباب التسويق أولا بيريز على عكس فترة الثانية مع ريال مدريد مع أنه صنع غالكتيكوس لما تجيب رونالدو كاكا وأسما كان عم حاول يصنع غالكتيكوس لكن كان عنده فكرة جديدة في المرة الأولى ما كان عنده هدف رياضي رسالة رياضية حاول يبيحها للعبين يحمسهم يطلبها منهم كانوا اللاعبين يشعروا من المطلوب منهم يروجوا يسوقوا يستعرضوا بأرض الملعب وبس ومش مهم البطولات خلى الفريق بارد فريق قليل القتالية لأنه مش مهم هاي مباراة خسرناها عادي بكرة احنا منجيب لقطتين حلوين ومهرتين حلوين هذا اللي بده يا رئيس النادي لمستوى أنه قبل موسم 2003-2004 أخذ الفريق على آسيا ولعب مباريات ما إلهاش معنا مع فرق ضعيفة وأشغل اللاعبين 24 ساعة توقيعات ومعارض وحفلات وهذا الشي خلى الفريق يظهر بدنياً وضعيف كثير وكثير لعبين اشتكوا خلال الموسم من أنه تم الاستعداد بشكل خاطئ باريز وصل رسالة غلط للاعبين في المرة الأولى أنه الهدف تسويق في المرة الثانية كان ذكي تعلم من غلطته وباع فكرة العاشرة 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 ادفع هذون النجوم بدنا العاشرة فصار عليهم محمل مسئولية رياضية بجانب المسئولية التسويقية وبالنهاية استطاع هذا الفريق يجيب العاشرة والعاشرة عاشرة ادفع ادفع والتلاتة عشر ولو باع باريز وأنا متأكد هذه الفكرة زمان للعيبة الأساطير الأوائل كانوا هيعملوا نفس الشيء ولو هو أيضاً كان حيتصرف بشكل أفضل ويجيب مدرب أفضل ومدافع أفضل لذلك الفريق كان كل اللي ناقص رسالة رياضية أما السبب الخامس فعنوانه ببساطة الإسبان من جديد بتعرفوا اللي صار مع مورينيو مشكلته مع الإسبان الإعلام ضده بيع فكرة إنه مورينيو السيء ومشوش على الفريق فانهار الفريق وتوزع وتمزق لكن هذا الشيء مش أول مرة عم بصير كان في دائماً أخبار بتقول اللاعبين الإسبان في غرفة تغيير ملابس الجالاكتيكوس مش مرتحين مش منسجمين مع هدول اللاعبين ليش هدول بياخدوا ضعفين وثلاث أضعاف راتبنا وأنا بركض أكتر منه في الملعب والنتائج سيئة ليش هو بياخد هذا الراتب ما تحسننا كنا أفضل لما كنا كوكب من اللاعبين العاديين قبل ما نصير كوكبة نجوم هذا الكلام كان متداول إنه رؤول كازيس يقوده نوع من العناد نوع من التسريبات للصحافة عن بعض أخطاء اللاعبين النجوم في ريال مدريد ولكن تأكد هذا الكلام لما خرج التسريبات فرورنتينو بيريز بعد ما استقال طبعاً هو استقال ب2006 معلن فشل الجالاكتيكوس وب21 انتشرت التسريبات اللي هاجم فيها رؤول وقال عنه أناني وكان يدير النادي كأنه مالكو وقال عن كازيس إنه حارس أقل بكثير من مستوى ريال مدريد لكن للأسف الناس بحبوه والإعلام بدافع عنه مش حقدر أعمل معاه شي كانت هذه وجهة نظر بيريز فيهم وكان يشعر إنهم مزقوا غرفة تغيير الملابس وفي مقولة نسبت إلى رؤول جونزالس عن هذا الموضوع أثناء مشكلة الجالاكتيكوس وانهيارهم كان يقول غرفة تغيير الملابس هي الثقب الأسود في هذا الفريق تمتص الطاقة وبتخلي اللاعبين يلعبوا مشتتين الدهن كان فيه انشيقاق في الداخل هذا أكيد لا نقاش فيه في ريال مدريد وأي فريق بصيب انشيقاق من الداخل واستحيل يفوز في أرض الملعب هذه خمس أسباب أدت إلى فشل الجالاكتيكوس في توب 5 اليوم معنا اللي بذكركم دائما أنه بيجي كل ثلاثاء وبذكركم تتركوا لايك على الفيديو وتتشتركوا بالقناة اشتركوا في القناة